وجه غبطة الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا بطرييرك القدسي للاتين رسالة إلى الأساقفة والكهنة والمؤمنين في أبرشية البطرييركية اللاتينية دعاهم فيها إلى يوم صلاة وصوم وتوبة في السابع من شهر تشرين أول الجاري وهو تاريخ أصبح رمزاً للمأساة التي يعيشها الشعبان الفلسطيني واللبناني مبيناً غبطته أن شهر تشرين الأول هو شهر مريمي نحتفل في السابع منه بذكر العذراء مريم سلطانة الوردية المقدسة وقال في رسالته مع هذا الشهر نرى الأرض المقدسة وليست وحدها قد غاصت خلال العام الماضي في دوامة من العنف والكراهية لم نشهد مثلها من قبل حيث أدت الأحداث المأساوية التي أثرت بنا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية تأثيراً عميقاً في ضميرنا وحسنا الإنساني وناشد غبطة بطرييرك القدس أصحاب المسؤوليات الجسام الذين يتخذون القرارات في مثل هذه الظروف أن يلتزموا بالعدل واحترام حق الجميع في الحرية والكرامة والسلام كما يجب علينا أن ندعم المحتاجين ونساعد الذين يبذلون جهوداً لتخفيف معاناة المتضررين جراء هذه الحرب وتعزيز كل عمل من أجل السلام والمصالحة والتلاقي